بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب شلوكم إن شاء الله خير إن شاء الله نكمل المحاضرة الأخيرة الداخلة بالفيز ضمن موديول هاي المحاضرة هاي المحاضرة مقدمة من دكتور دكتور رحمد بدر يعني بيقوسيا هي أنيميشن في يعني إذا شرحها البدية فكيش ما تفتن من عدل إن هي باور بويت تصميمها الأساسي فليهذا رح نمشي بها حسب الأنيميشن الخاص بيها بنفس الوقت رح نكمل كل المعلومات ونضيف كل معلومة حتى تكون المحاضرة جاهزة شاء الله بأدق تفاصيلها كبداية هاي 13 تقريبا 15 ليريني أبجيكتف في كل ورد ما هي أخذنا وقت إن شاء الله رح نكملها أول شي لازم نعرف شنو معنى مصطلح الكاردياك أو تبوت أنا قبل لا أكتب لك وطلع الكلام خلي أرسم لك فتك كم رسمة اللي هي مليار مرة رح أعيدها اللي هي تقريبا تقريبا يعني شون رح رح يكفدتش يا غذا القلب أوكي و ساها هنا ننزلها و عندك هنا القلب هالطريقة رح نسوي و عندك هاي البذينين والبطينين و هنا عندك شنو نكمل الرسمة السريع كمية الدم شباب كمية الدم يعني حس أنت القلب شنو بي تقريبا كمية الدم الموجودة هنا اللي رح تطلع من القلب اللي رح تطلع من القلب خلال دقيقة وحدة هو القلب شما رأي دق عدا دقات القلب الطبيعية تقريبا نقول 80 فهو خلال دقيقة وحدة 1 منت شبيل قلب راح يدق 80 دقة كل دقة شنو راح تاخذ مجموعة من الدم كل دقة وتشمر مجموعة وتشمر مجموعة هاي عد الإنسان الطبيعي تقريبا هما يطلعوها 5000 ملي لتر أو 5 لتر بالدقيقة الوحدة القلب يضخ دم فإذن هي هاي فكرة الكارديك أوتبوت عدد كمية الدم اللي تنضخ خلال دقيقة وحدة زيب هسه شو نمسح هذا الكلام زيب نرجع إلى تمام نكمل موضوع معلتنا الكارديك أوتبوتش شباب هي شنو هي كمية الدم اللي ينضخ من القلب تحديدا الفينتركل خلال دقيقة وحدة زيب الكارديك أوتبوتش إذا نجيها رياضيات هاي تدخلناها سابقا هي حاصل ضرب الهارت ريت هارت ريت يعني دقات القلب في شي نسمي ستروك فوليوم شو نسمي ستروك فوليوم الهارت ريت بلا نعرفها دقات القلب بالدقيقة الوحدة زيبا ستروك فوليوم إذا أذكرك بيه نفس الكارديك أوتبوتش اثنيناتين إنه كمية الدم اللي ينفرز من from each ventricle بس الفرق الوحيد الستروك فوليوم لدقة وحدة للقلب يعني هسه مثلا القلب دق دقة وحدة إشقد طولات ثانية ثانية جزء ثانية ما علي إشقد هذا الدم الضخ هاي نسميه ستروك فوليوم بس كمية الدم from each ventricle لمدة دقيقة كاملة القلب ديك هي نسميه الكارديك أوتبوت في دقات كارديك أوتبوت هي كمية الدم ننضخط بالدقيقة الوحدة أما الستروك فوليوم ننضخط خلال دقة وحدة هارت ريت راب واسه إذا نأخذ الإنسان الطبيعي مثلا هو مهم مثلا منطق أرقام مثلا إذا فرضنا هسه 72 هارت ريت ستروك هي 70 تضربنا تطلع لك 5040 تقريبا خمسة لتر بالدقيقة الوحدة هي كمية الدم ينضخ وهذا سؤال MCQ زي يعني يقل لك شوفوا إذا نجيب القلب ونخلي قلاسات مدة دقيقة كل قلاس خمسة لتر بهذا القلاس يعني هو يوصل طبعا من الإنسان الطبيعي طبيعي هسا ما جاء نحجي مريض أو بمشكلة الإنسان الطبيعي إذا تجيب القلب بالدقيقة الوحدة يترسلك القلاس القلاس قدي ترسلك خمسة لتر الكاردياك أوتبوت قلت لك هي تعتمد على شنو تعتمد على الهارتريت وتعتمد بعد على شنو تعتمد على الستروبوريو زي هسا أبدأ أوضح لك وحدة وحدة الهارتريت عدد دقات القلب يأثر عليها شغلتيا يأثر عليها الأوتونوميك نيرف السيستم اللي هو سيمباثا تيك سيستم ويأثر عليها الباراسيمباثا تيك سيستم الهرمونات مثلا أنا أقول مثلا مثال أدرانالين فمثلا إذا انفرز الأدرانالين تعرفوا أنت هذا ينشط فراح تزداد الهارتريت وبالتالي تزداد الكاردياك أتبوت السيمباثا تيك قلت لك دائما تخيل السيمباثا تيك كأنه شخص جا يركض وراه يركض أسد شنو دقات القلب راح تصير بيها أو الهارتريت راح تزداد بالتالي الكاردياك أتبوت شرح يصير بي راح يزداد زيح الباراسيمباثا تقلت لك تخيل واحدة مخلص امتيحانات ومرتاح ومنجطل وناعم دقات قلب الهارتريت ما لتشنو راح تكون قليلة فبالتالي الكاردياك أتبوت شرح يكون قليل خلصنا بالنسبة لتأثير الهارتريت والعوامل المؤثرة علي زيح المهم يعني ما جاية تتغير للون شا سأولي الشي خابي خلني جي مثلا فت شي ثاني الشيطرق فوليوم شباب الشيطرق فوليوم قلت لك هي عدد الكمية الدم البلوت اللي يندفع خلال ون بيت يعني بالضربة الوحدة مو دقيقة دقيقة هاي كارديك أتبوت البيت الضربة وحدة هي الشيطرق فوليوم اللي هي تعتمد على شي نسمي البريلود والكونتراكتيليتي والافترلود شنو هاذا شنو هاذا شنو هاذا هسا نوضح نكنين زيح هسا مثل ما اتفقنا الهارتريت يتأثر بالاوتونوميك نيرفي سيستم ويتأثر بالهرمونات زيح الهارتريت مرات نقول علي كلمة نسميه اينو اينوتروبيك فإذا زاد نقول بوزيتف وإذا قل نقول نيكاتف حتى يعني لاطيها ليك فهسا مثلا الهارتريت قلت لك البوزيتف يعني منو الشغلاتي الزيادة بالاوتونوميك سيباثتك والباراسيباثتك السيباثتك بعد الكاتيكولامينز مثلا الادرنالين أوكي هذي هم يزيد دوبامين النيكتف كرونوتروبيك سوري أنا ذكرت يعني ومشكلة غيرة هكلمان فمثلا النيكتف عندك النيكتف الباراسيباثتك هو يقلل من دقات القلب زيان هنجي حسا كلمة بريلود أفترلود كونتراكتلاتي تخيل عندك انت هسا عندك فد رمل والمطلوب من عندك شنو السوي الدفعة يعني الحصان والقلب مالتك أوكي وعندك رمل وتريد الصعدة إلى أعلى الجبل الرمل افترض لحمل مالتك نسميه البريلود هذا الارتفاع مالتلة نسميه الافترلود وهذا الشخص الخطيئة جايد فهم يساعد القلب نسميه الكونتراكتلاتي عدد قوة الضربة أوكي قوة الضربة نسميها قوة ضربة تلقلب الانوتروبيك أوكي انوتروبيك قوة الضربة مرات ضربة القلب تكون كلش قوية مرات تكون ضعيفة زين بس من هنا هذة الفكرة الواضحة اذا اقل لك الهارت يعتمد الكاردياك وتبوت تعتمد على شنو نرجع الى الكلام السابق السولفنا عليه قلنا الهارت يعتمد علي من يعتمد يعتمد هاي رحض الله اروح وارجعنا يعتمد على الهارتريت وسولفنا عليه ويعتمد على ستروك فوليوم ستروك فوليوم يعتمد على هاي المصطلحات خلنا نفتهي من المصطلحات مرة ثانية زي نجي هاي البريلود اللي هي الحمل فانت مثلا كل ما الرمض مثلا كان اعلى واذقل شنو هذا معناها معناها هذا راح يضعف القلب يتعبه فكل ما كان البريلود اعلى كل ما راح يتعب القلب اكثر الافترلود هي الممانعة يعني انت السلحصان الحد ما يصعد الى الاعلى الجبل كل ما كان اعلى ارتفاع كل ما كان اعلى ارتفاع رح يتعب القلب فالالافترلود كل ما يزيد رح يتعب القلب البريلود كل ما راح يزداد رح يتعب القلب وليهاي الم search انه هذا مثلا اذا جدت واحد قوي البنية رح يتفع بسئولة اذا واحد ضعيف البنية يعني الم search فراح تصير عندنا صعوبة هاي خلصنا اول فكرة نفس الفكرة قلت لك هذا مثلا الشخص اش بي كاذا بيده شنو الكاس هذا الكاس الحمل مالتك البريلود والكونتراكتاليتي اللي هو هسه شون جاي يضغط برجدية والافترلود هي الممانعة الممانعة يعني مثلا ساي ارض رملية كلاس اخر جاي سوي ممانعة فانت البريلود اذا هو مثلا بدان ما اشي كاس ليشي لفد كيلو سمنت اكيد راح يتعب واذا مثلا هذا كان كلش خشن قوة تتحرك هم راح يتعب واذا رجدية ضعيفة ما بيحيل تعبان هم كونتراكتاليتي ضعيفة يعني هم راح يتعب القلب ونفس الفكرة مثل ما قلت لك البريلود هو يعتبر الحمل هو البريلود وهي الارتفاع مع الجبل هو اللي نسميه الافترلود وعندك هنا القلب شون جاي تعبان هاي نسميه الكونتراكتاليتي اوكي نجي الى هاي الرسمة الاهم رسمة اوكي فالبريلود هسا اذا ريدنا نجسمي على تقلب صديق مالتنا البريلود هو الدم الجاي يجي مين يجي من السوبرير فينا كيفا وجاي يجي من الانفيرير فينا كيفا جاي يجي دمنا وجاي يجي دمنا يصب بالبطين العفو الاذين الايمن اوكي هذا كمية الدم الجاي تيجي اوكي والافترلود اللي هو الدم اللي يريد يطلع بس اكو ممانعة مثلا هسا هذا الشريان الابهر بي ريسستنس هو كل شريان موجود بالحياة او جسمك عنده ريسستنس فاذا كانت الرسستنس قوية فاكيد القلب رح يتعب يلا يدفع اقوى يلا يعبر الدم اكثر فمثلا اذا قلت لك اخرال怎么 سے ضير الطوية اذا الدم اللي رح يطلع كمية الدم الجاي طلع الى اكثر اذا قلت لك اخرال boy roll around الصغار وال Bijan اوكي نفس فكرة هام مين اذا قلت لك الدم regarding cyberair value اوكي اذا قلت لك المرح들이 في ذلك دم القلبى كان هواء معناها كمية الدم الرح تطلع تالي الكارديك أوتبوت هم رح تكون آلية سيتروك فوليوم هم رح تكون آلية إذا قلت لك البريلود جاي يجي قليل فمعناها الكارديك أوتبوت رح تكون قليل سيتروك فوليوم رح تكون قليل نجي إلى البريلود قلت لك البريلود هي الحمل اللوت اللي هو قبل لا يصير يعني الترس أكو تعريف أضبط هو الضغط المصلط على جدران الفينتركل هذا ليس الفينتركل وجاي تجي السوال به فالسوال شنو جاي يسوي جاي تدفع الولز ما الفينتركل فهي التنشن عن الفينتركل وال باي ذا بلود في لنك يمتى في نهاية الدايستول يعني أنت يمتى تترسمي بالديستول ويمتى تبدي تدفع الافترلود بالسستول نسلم مرات مرات نقول عليه ترى نفس الفكرة وتعريفه هو نفس التعريف ها نشوف كمية الدم بس وان بما أنه فوليوم يعني كمية الدم الموجودة بالفينتركل يمتى اسمه معرف نفسه الاندستول فوليوم شباب قلت لك هو مقدار الجيدار جاي سرع الول يعني عندك هذا الجدار وهنا هذا الدم جاي سرع الول فمثلا كل ما زاد الستريتش أكثر شو رح يصير كل ما العضلة رح تدفع أقوى يعني الكونتراكشن رح تزيد ماتك يعني هسا مثلا إذا أنا أجيب لك أسحبه شوي رح ترجع على كيف أسحبه شوي أقوى رح ترجع أقوى أسحبه بعد أقوى ترجع أقوى أسحبه بعد كلش أقوى رح ترجع كلش أقوى بس أكو حد رح أوصل لأني إذا أسحبته كلش 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 آلي رح تخرط بعد ما ترجع نفس الشي قلب تسحبه يعني دفع دم البريلود إجا زاد أوكي القلب يرجع يدفع أقوى زاد هام يدفع أقوى بس اكو حالة يوصل بعد بها يتعب القلب ما بي حيل فهاي نسميه احنا شنو الهارد فيلان مثلا فيقلك هو طبعا هسه احنا عفنا من يتعب القلب خلينا قلت لك كل ما جبت دم اكثر كل ما راح يضغط اكثر يعني كل ما جبت مور ان كل ما راح يطلع دم اكثر مور اوت يعني نفس الفكرة قلت لك كل ما زاد البريلود راح تزداد الكاريك اوتوت هسه مثلا هاي عندك خطوط الاكتين وهي خطوط المايوسين اللي هنه يذلن يسون كونتراكشن فقلت لك هسه شنو الستروك وليوم اذا زادت نتيجة النهاية الانت ديستورك وليوم راح تزداد هسه خلني اجي نباوع في فكرة يعني هاي ما لقلت لك كل لاستيكة فكرة لاستيكة شوف هسه احنا القلب بعد هسه احنا ما متقلص باولا او مثلا هوسه ما اخذ هنا انا هاي هذا الجزء شوف هسه تقريبا خلق قلق مثلا هاي تلافة سانتيم فرضاني انطيرقام نزيل ترس نادن بدت تصير ستريتش تقلصت شراح يصير راح يصير شوف كبرت شقد تقريبا سانت ثلاثة صار هنا خمسة مثلا اذا كل شي تقلص زايد فاشنو النتيجة النهاية راح يخرب القلب بس وهنا قصده بهذا الرسم الثالث انه جاي يقلك راح يكون كونتراكشن اقوى يعني المهم اني ماذاكي الفكرة المضبوطة مالتا بس وهو الفكرة قلت لك كما زاد الستريتش كما راح يزداد اللينكت وبالتالي تقوى الكونتراكشن اللي تستفاده من هذا السلايد كما زاد الاندستريك فوليوم ضمن النورمال فيسيولوجيكال راح تزداد الستريك فوليوم زيان انكم بالموضوع اكو قانون يسمو فرانك سنارلينك لو يقلك وذن ذنورمال فيسيولوجيكال ليمتس اني انكريز ان ذا مثلا اندستريك فوليوم راح يؤدي الى زيادة بالكارديك اثوت يعني هسا عندك الاندستريك فوليوم اللي هو نفس البريلود ترى نفس البريلود اجد دم راح يصير كونتراكشن اكو دم راح يطلع يسمي يستريك فوليوم ونخطأ مهم ما يخاف ناسيه القلب لوكل الدم يضخميه بالمئة اكو جزء يبقى بي يسميه الرزجوال فمثلا انت زايدت هالمراه اذا زايدت الاندستريك فوليوم الكونتراكشن راح تكون اقوى ورستريك فوليوم هم راح تزداد عليه بس الرزجوال راح تبقى نفس الكمية اذا شانت هنا خمسة مليلتر مثلا ترجع نطرقها لا عرتين بس نتوصيل فكرة يبقى هنا خمسة مليلتر بس مثلا هنا اذا كان مثلا اه يعني خنقول هاي 300 ميه اخفت 200 ميه اخفت 200 وققى 100 اللي هي رزجوال فوليوم اوكي نرجع اذا زايدنا الاندستريك فوليوم اوكي مثلا سوينا 500 رزجوال راح تبقى شغد تبقى مية والباقي هو يندفع 400 فهيتش الفكرة كل ما زاد الاندستوليك فوليوم راح تزداد الستروك فوليوم ايه هاي الفكرة مالته ما عدا الرزاج والحسا قلت لك ثابتة التالي من ثابته خلني جي مثلا سوي اندستوليك فوليوم ترى هو نفس البريلود ميت مرة ادناها وستروك فوليوم هي كمية الدم انضخت قلت لك كل ما زيدنا شي صير شوف انت مثلا زيادتي هنا راح تزداد يعني تقدمت هنا زيادة هنا تزيد الارقام وهنا ما زيد فالتا كل ما تقدمت كل ما يندفع كل ما تقدمت لا سنجي هنا هم تزداد بس توصل اكو نقطة نسميها شوفا سينانا تقاوم تقاوم توصل وراها اكفد نقطة نسميها اللي هو بعد اللاستيك يخرب بعد ما يرجع اللي هو نفس القلب يصير هارد فييلر يسموه هارد فييلر فلهذا احنا دايما نكون القلب ما يصير ضغط عليه عالي اوكي هي هاي فكرة كليا الزيادة اللي هو ترى نفسه نقصد به البريلود فهيصار عندك البريلود مرات شنو نسمي مرات نسمي البريلود ومرات نسمي اندستوليك فوليوم مرات نسمي شنو اندستوليك فوليوم ما هي الأشياء التي تؤثر على الـ Preload؟ الـ Right Atrial Pressure الضغط مثل هذا القلب مثلا مارتك هذا السوبر افيرين كيف هو هذا الـ Inferior وين اثنين أتينا الصبا؟ بالأذين الأيمة فالضغط هنا إذا كان الضغط عالي فرح يمنع الدم يدخل بداخله فهذا ما رح يقلل لأنه يجي الدم ويجي الدم يجي الدم ويجي الدم ويجي الضغط هنا عالي فما يقدر يدخل هنا الضغط عالي فالـ Venus Return يقل أو يعني الـ Preload يقل جيد طب كيف تقدمها؟ Total Blood Volume كلما أنت الدم عندك أكثر يعني جسم كلما بيدم أكثر أكيد الـ Preload تزداد نفس الفكرة كلما زيدنا الدم كلما الـ Preload تزداد الـ Venoconstruction هيا راح ناخذ السوء وهذا نسوي واحدة وهذا راح نحجين الآن سوف نأتي على الـ Right Atrial Pressure كلما زاد الضغط مع الـ Atrial Pressure فمن الدم يريد يرجع ما يقدر يرجع يلقي الضغط عالي فتقل الـ Venus Return فبين قوسيا Central Venus Pressure إحنا ما نقدر نقيس ضغط الـ Atrial تقريبا هي يقل لك قيمتها مساوية إلى الـ Right Atrial لماذا؟ حتى من يجي مثلا هذا القلب مثلا هنا هيا الـ Right Atrial ويجسس بـ Revealing Kevin وإنفريق Kevin من يجي الدم الضغط هنا بـ Pressure يساوي الـ Pressure هنا هنا فالدم يجي يدخل بسهولة بس إذا هذا بدت تصعد قيمته فالدم لا يقدر ينتقل لأنه الدم دائما ينتقل من الضغط العالي إلى الضغط الواطئ فإذا جت هي من الضغط واطئ وهذا أصلا أذينا من الضغط عالي فالضغط لا يقدر يجي فيقل لك كل ما هو زيرو أو مساوي يعبر الدم يعبر الـ Cardiac Output فبالتالي يعبر الدم وبالتالي يطلع الـ Cardiac Output بس إذا بدأ يزداد الضغط مع الـ Right Atrial فبالتالي الـ Venous Return راح compromised أو يقل وبالتالي يتقل الـ Cardiac Output جيد الفكرة يقل لك الفينات نطلب عليها تسمية الفينات يعني مستوعبة يعني دائما هي تستوعب دم نسبة تقريبا 60% تقريبا 64% 63% بالمئة هي تستوعب دم بينما الـ Arthritis كمية قليلة هنا 30% بس هذا الفينات هو يستوعب فإذا صار هذه التدخيل فينو أوكي مو فازو فازو يعني Arthritis فينو يعني فين إذا صار كونستركش شرح يصير وهي الدم كله رح يصعد هنا ورح يجي وبالتالي الـ Vino construction رح يؤدي إلى زيادة الـ Preload جيد الـ Respiratory Pump هنا فكرتها شنو؟ الفكرة يقول لك أنت من تاخذ شهيق أسه شو رح يصير؟ أنا من أخذ شهيق أو أسوي عملية التنفس رح يصير عندي ضغط سالب داخله معاقي فداخل العفو صدري هذا الضغط السالب رح يخلي الرئات تتوسع وبالتالي الهواء يدخل داخله وبنفس الوقت موجود التقلب لا تنسى أكي قلب موجود هم رح يتوسع وبين ضمن القلب منه الأذين الأيمن هم رح يتوسع فبدالي كمية الدم رح تدخل أكثر فالرسپايراتري بومب إذا زادت أو بالإنسپايريشن يعني إذا زاد الإنسپايريشن رح يؤدي إلى زيادة البريلود والإكسپايريشن بالعكس إكسپايريشن تكون عكس بعد تبقى عندنا منه عندنا لسكيلوتال مصولز هاي الشخابيط ليش ما تختفي ما أدري تبقى عندنا لسكيلوتال مصولز والقرافتي ندخل هنا ننجي إلى اسكيلوتال مصولز هاي سيكون عضرة البطات اللي برجلك هاي دينا شنو دائماً من يضخن يدفع عن الدم ويصعد فوقت تتعرف الفينات بها تتميز عن الشرياء وأنها تحرك الدم وان واي دايركشن يتحرك الدم فمن تضغط الدم يرح يرجع يصعد بالانفيرير فين كيفا ويدخل داخل القلب شوف يصعد كونتراكشن ويصعد إلى القلب فيفيد نجي الى الغرافتي الغرافتي امتى يزيد البريلود تتوقع يعني بالستاند بوزيشن لو بالسباين بوزيشن لا بالسباين شوفه بسهولة الدمجة يرجع للقلب فالغرافتي شين السبب لك زيادة بالبري لود فمثل ما حتش من يصير عندك فزر كونتركشن او فينو كونتركشن او البلود فوليوم زادت شو راح يصير راح يصير عندك يزداد الفيننس وبالتالي الفينس ريتورني يرجع يزداد هميا يعني ننتج إلى المايو كاردياو كونترأكل دعنا نرجع نربط معك الكرام خاف تييت أرجع أذكرك نحنا شنو قلنا شباب قلنا القاردياو كاردياو كيف يعتمد يعتمد على الهارت ريت و الأوتونوميا وصولفنا على السنباثات و باراسنباثاتك وصولفنا على الهرمونات يعتمد على السيطروك بوليوم وسولفنا سوالفة و شنو الأشياء لزيدة يبقى لنا contractility والafter load نرجع نكمل نجي للcontractility contractility هي force والvelocity يعني قلبك كلما صور سريع وهاي السرعة عمالتها مو بس تشي سريع يعني انت سجقد ناس مثلا يكون سريع وفاهي سريع وقوي فالقلب اذا كان سريع وقوي فراح يضخ دمية اكبر من القلب وبالتالي اكو اشياء راح تزيد contractility نسميها inotropic هذا ال inotropic اكو اشياء زيد contractility راح نسولف عليها واخو اشياء اتقل contractility نفس كلمة inotropic شوف قلت لك مراتي سموه inotropic زين هي وين يصير الانقباض بالقلب يصير عندك ثلاث طبقات endocardium هنان الادرنالين وهنان الدوبامين والسولف الدراجز مثلا اكو ادوية مثلا ديجوكسين اكو شيء تقلل من الضغط مثلا paracin bathatic الhyboxia والhyبركابيني والاسيدوسيس hyboxia يعني جسمك يصير بي اوكسجين قليل hyبركابيني يعني نسبة CO2 بجسمك يصير عالي acidosis يعني نسبة ايونات H يصير عندك هواي فنقول الدم صار حاموضي pH مالتا حاموضية امراض بالقلب ممكن همين تقلل من دقات هو الادوية اكو ادوية تقلل من دقات القلب اه اوكي خلنا ننذيه هسا نسوله فعا الديجوكسين تعرفون عندنا قناة احنا بالقلب هي مجمو ببشانق القلب يعني اكو قناة يسموه صوديوم بوتاسيوم بامب شنو شغلتها هاي تاخذ صوديوم الطلعة بره والبوتاسيوم تنزله جوه اوكي مزيلا من يجي الديجوكسين هذا الدوية يعني من هدوية نستعملها بالقلب لها دوية القلبية شراح يسوي راح يوقف هاي العملية فبالتالي وين الصوديوم راح ينحصر راح يبقى هنا للصوديوم موجود هنا ايضا الموجود بهذا المكان بنفس الوقت ترى اكو قناة ثانية نسميها صوديوم كاليسيوم ها شي شغلته اطلع دخل الصوديوم اوكي والكاليسيوم اطلع بره بس زين هي هسا جاي تدخلك صوديوم وهذا اصلا الديجوكسين وقف هاي القناة فانت جسمك صار بيه صوديوم هسا مو جاي نحكي فجسمك يصار بيه صوديوم كلش عالي شنو راح تحكس عملها يقول رفيرس ات وورك هاي خفتوها بالأمار كلش بسيشنات ببداية عمل الديجوكسين فش راح يصير فبدالما هي الدخل الصوديوم الى الجوه فش راح تبدي راح تاخذ الصوديوم واضطرده الى الخارج والدخل الكاليسيوم اللي جوه فبدي الكاليسيوم تبدي نسبة تزداد وتتعرفون الكاليسيوم الكاليسيوم وين ما يجي يسبب كونتراكشن فبالتالي شنو يكون يزيد الانوتروبك فالأشياء اللي زيدي راح يسوي لك شفت شنو هاذ شي غريبة ما افتهمنا هسه هذا مثلا نفس وعندك هذا تتذكرون المنحني الرسمنا بالبداية يبدي بهالطريقة ويوصل تالف النقطة ويبدي يسقط ينسل اللي هي فيلنج بوينت سميناها هسه ما لي علاقة هسه اريد افتهم في الشغلة شنية الشغلة فناخذ بالنقطة معينة هنا اوكي ونقلل الكنتراكتالتي اذا قللنا الكنتراكتالتي فالستروك فوليوم رح تصير قليلة تنزلي جواليين تشوف 50 جوائم قريب اذا سيتنا الكنتراكتالتي هم هايم هاي النقطة رح نلاحظ انه تبدو استروك فوليوم تزداد خلناخذ نقطة ثانية خلنقل لنزيد الكونتراكتالتي لقاه شوف شون تزداد استروك فوليوم خلنقل للكونتراكتالتي تلقاه تقل خلنووصل بيناتين شوف وصلنا بيناتين فهسه شنو استنتجنا استنتجنا اذا زادت الـ contractility راح تزداد stroke volume واستنتجنا اذا قللنا الـ contractility شنو راح يصير راح تقل stroke volume فاشوف stroke volume تقل بنقتصان contractility وتزداد بزيادة contractility مساء احنا انا اول استايد قلت لك يا شفهي هس افتهمنا رياضيا فاذا قلنا لك اذا قللنا الـ contractility ش راح يصير بالـ stroke volume تقل لها تقل بس تخلي لك بين قوسين المنحني شنو جاي يصير بي السوي المنحني الاصلي هذا شنو جاي يشوفه نزل لي جوه shift down واتجه نحو اليمين right shift down onto the right من نفس الوقت من زينة contractility يقل لك شنو سوي للـ stroke volume تقل لها تزداد stroke volume بين قوسين شنو تقل لها shift upward هذا المنحني شوفه شون تصعد لفوق واتجه نحو يام تجاه left فهي سفتهمنا احنا اذا مثلا عندك هذا الـ end historic volume اوكي وهذا historic volume مثلا عندك قللنا contractility يعني قللنا simbathetic مثلا طينا دوي قلل contractility صار عدنا heart failure راح تشوف المنحني يبدو ينزل لي جوه downward and to the right زين يقل لك سؤال زيدنا simbathetic اوكي مثلا سوينا ادوية زيد contractility راح تقل لي راح تزداد stroke volume بين قوسيا shift upward and to the left اوكي وهذا المنحني هو نفسه هذا المنحني بس هنا بدال ما يقل لك dc. simbathetic قلنا مثلا مثلا مثال علي heart failure بدال ما يقل لك ingress طاني مثال علي adernaline ebinephrine وهاكذا خلص مقتل afterload afterload is the load that the heart must eject blood against مثل ما قلنا من الساعة الحصان منشان يسعد على التلة كلما تصعد هي التعب الإحصان يعني التعب القلب نفس الفكرة هي مع afterload كلما كان الضغط يعني كلما afterload قلت اوكي خل ارجع الهاي الراس حتى لا تتيهن ويانا هاي باع وها مو هاي هاي هذا هو هذا ال afterload اللي هو تخيل مثل الكاك اذا رخينا يعني اذا ال afterload رخت يعني فتحنا ويقوم الدم يطلق اسرع واذا قللنا ال afterload اوكي فالدم شراح يصير راح يبدأ يزداد stroke volume وتزداد cardiac output بس سيناريو ثاني سدينا الكاك اوكي شنو راح يصير يعني بين قوسين زياد ال afterload شراح يصير بال stroke volume راح تقل لين دم ما يقدر يعبر وال ولكار اللي كأتبت تشراح يصير بها مدقل نكمل هاي تعاريف الها اوكي يعني قلت لك الكاك هو بقوة فهو يعاكس قوة ضخ الدم فالذا زاد ال afterload يعني سدينا الكاك قوي شراح يصير بال stroke volume راح اتقل stroke volume اذا زيدنا ال afterload راح طبعا ها امثلة عليها مثلا مرات يسمي يقل لك ال pulmonary او اديم مثلا او مثلا او او يصير بيين تضايق لنا كل الحالات يزيد الى زيادة يدن الى زيادة ال afterload بس اذا قلنا total peripheral اذا قللناها يعني حففنا الكاك شراح يصير راح عبر الدم اسرع فبالتالي شنو تزداد stroke volume مزين انا اقل لكم كلمة نفسها ترى هي مو نفسها نفسها ولا ما سواء مو ثلاث مفردات بس نفس الفكرة حتى لا تدوخ يعني بيين او afterload اذا زاد راح يتجه down and to the right شلون هالنفته مثل نفسها مالتنا left end distolic volume الي هو preload وانا عندك stroke volume هذا المنحني مالتنا صديقنا 100 مرة حتشين بي خلنا اخذ فد نقطة معينة وش راح يسوي راح ازيد afterload راح ازيد afterload ش راح يصير بال stroke volume راح تلقاها تنقص اذا زيدت انا afterload زين خلق ال afterload شرح تلقى stroke volume تزداد خلنا اخذ نقطة ثانية مثلا هنا شرح زيد afterload شرح تلاحظ او مثلا قللنا afterload راح تلقاه تزداد stroke volume واذا زيدنا afterload راح تقل stroke volume قلت لك afterload ذكر الكاك اذا زيدنا الكاك يعني سدينا اكثر فالدم راح يقدر عبر فتقل stroke volume اذا قللنا afterload يعني قللنا stroke volume عفو قللنا الكاك يعني راح عبر الدم سهولة فيزداد afterload فياخر نوصل بينات هين فشنو انت هستك شفية تقل اذا قلت لك سؤال اذا زيدنا afterload شرح يصير stroke volume راح تقلي معنا انت تسديت الكاك يعني الدم راح يصير قليل stroke volume شبيه راح تقل بين قوسين تقلي shift down and to the right اذا قللت afterload تقلي يعني انت شنو معناها معناها جايد تقلي اذا قلت لك يعني حست هذا ليش يبكيف استغفر الله يا ربوي اذا قللت قللت قلت راح تقلي يعني شنو يعني خففت الكاك بين قوسين راح يتجه المنحني شنو لاحظ تتجه للأعلى واتجه نحو left وهذا نفس المخطط خلصنا بما يخص بمن cardiac output وسوالفة هس نقول واحد ان انسان ساعة القسام عنده يصعد الضغط وينزل الضغط صعد الضغط وينزل الضغط هذه ما تظهر طبعا إلا إذا صار عندك مشكلة جسمك عنده طبيعة يستطيع التعامل بسرعة على الفتر حتى يتعالج ويأخذ في long term يعني acute chronic acute chronic short term منه يشتغل عليها baroreceptor mechanism long term يشتغل عليها renin angiotensin aldosterone system من اسمه acute أو short يشتغل خلال ثوانئ أو يشتغل خلال دقائق ويأخذ في الساعات ممكن أيام ممكن حتى السابع وحتى ممكن سنوات خيال فنجي إلى baroreceptor baroreceptor طبعا هنا تتحسس إلى الضغط بس أنا ما قلت لك لا زيادة ولا نقصان بينقوسيا أكو به يتحسس إلى زيادة الضغط يعني يتحسس إلى زيادة الضغط hyperload pressure ويتحسس إلى low pressure receptor يعني عندها رسبترات تتحسس الضغط العالي وأكو رسبترات تتحسس الضغط الواطئ منو يتحسس الضغط العالي مثلا عندك carotid sinus والأورتك arch منو يتحسس الضغط الواطئ right atria left atria pulmonary veins هنا نحن يهم منه باوي صديقي هذا عندك هسي عندك فشي هذا شريان نسمي common carotid artery ها تقروه بالثالثة فجيش معها الفيز والثانية المهم هذا شريان اسمه common carotid artery رح يسي يشك بالنص يعني طريق يسعد فوق وينزل طوي نسمي perfecation هذا يسعد فوق نسمي external carotid artery هذا مننا صار نسمي internal carotid artery هذا هنا عندك شنو نسمي carotid artery هذا يعتبر chemo receptor ما لدي علاقة أنا جحش على baro baro receptor يعني على الضغط من هو baro receptor هذا شنسمي carotid sinus ليس سمينا carotid يعني carotid artery هو اسم carotid في سمينا carotid sinus هس هذا اللي قفنا أول واحد الثاني وين شوف يحتوي على السبترات مع الضغط هذا عندك القلب شنو يطلع منه أبهر وهذا l-arctic arch عندك هنا l-arctic body اللي هو chemo receptor ما لدي علاقة أنا يهمني منه l-arctic arch اللي هو يعتبر baro receptor خنباوع مثلا الصورة الثانية هذا l-arctic arch أوكي وهنا عندك carotid receptor carotid sinus هذا l-arctic مرتبط ويا منه ينقل الإحساس بالأعصاب ما لتو يصل للدماغ l-vegas nerve أوكي زيان وهذا منه ينقل l-arctic رقم 9 أوكي l-arctic شلون تنتقل يعني هسه هذة مثلا تحسس الهن زيادة الضغط وشون حسن الضغط عندك هذا مشريان صار بيدم عالي فسنو صار ضغط كلش عالي على الجدران شلون هاي راح تتحول الضغط العالي الى action potential شون تنتقل الى action potential أنا لا أقول لك شلون تنتقل من يقوم يمسح ويمش ويا عادل قلب الشي لا يعاب عندك هذا مثلا هو carotid sinus أو مثلا arctic arch يعني راح نكبره بفد ريسبترات نسمي ستراتش ريسبتر تتحسس اذا ستراتش اذا كو دمع هوال راح يبدأ ضغطا الى يصير ستراتش شرح يصير طبعا هذا ستراتش ريسبتر بقنوات مالصوديوم ما يسمح الاندهون صوديوم الا بحالة ستراتش حسا صار ستراتش صار ضغط عالي شرح ضغط ضغط عالي شرح رح يصير عندك هنا ينفتح ستراتش هنا ايونات السوديوم رح تبدي تدخل لي جوه لا اله الله محمد رسول الله حسا انفتاح شرح تبدي تدخل ايونات السوديوم السوديوم موليكولز وين شرح 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 من تدخل رح ستصير عندك اكشن بوتنشل وين اكشن صارت عندك اكشن فشوف انت تحول من السوديوم صار ضغط عالي على الجدران الى تحول اكشن بتنشل هي ميكانزم اكشن بتنشل يعني اذا تقل ترجم هذا الكلام الانجليزي عندما هناك ستراتش ستراتش في رسيبترز وبالتالي ستبدأ تدخل يصير ستراتش اكتفية السوديوم واند ستراتش من ستراتش إلى اكشن بتنشل خل انبوع بصورة اعمق عندك هنا ناكليس تراكتس سوليتاريس فالنقطة يعني هي ثنينات من يتغيب غلوسوفرانجيل اللي هو النيرف رقم 9 اللي هو يتحسس الى جماعة الكاروت ساينوس والفيقاس اللي هو الأورتيك ارش المهم الثنينات هنا يجن الى المدلة بلونغاتا يعني جزء من ازاد دماغ جابا قام يسول فانويا هاي النواتز هاي النواتز تحكي ويا ذول ثلاث مراكز مهمة كاردياك انهيبتري سنتر اللي هو شنو هذا شغلته هذا شغلته يطفي القلب يعني شنو يقلل الهارتريت وهذا كاردياك اكسايتاتري سنتر يعني بلونغاتا اما يسويها فازو كونستركشين هاي تضيق او يسويها فازو دايرياشن زيان ونرجع نمسح ونكتب باع شنو شنو شراح يصير هاي كاردياك انهيبتري اذا منو يقلل دقات القلب والباراسمباثتك كاردياك اكسايتاتري منو يزيد دقات القلب بسمباثتك وفازو موتر هسا رح نعرفنا باع هس الانهيبتري هاذا الباراسمباثتك يغذي يعني يطلع هاتش بهالطريق ادمالته وهذا يتحرك بهالطريق السمباثتك وهذا هارد وهذا يروح الى البلوت فزولز اوكي سمباثت الى البلوت فزولز زيان فمثلا انت شون نقول هذا النا بدن يتحسسه وبدأ تنتقل الاشارات الكهربائية اوكي اذا هنه يمتي يبدن ينقل الاشارات كهربائية يتون يزيد لو يقل الضغط هذان الرسبترات من يزيد فاذا يقل زاد الضغط هاذا شرح يسوي رح يحاول يقلل الضغط شون الكاردياك انهيبتري سنتر اللي هو يعني يقل دقات القلب رح ينفعل الاشتغل قليل الدقات ينزاد الضغط عندي والكاردياك انطفي لان هذي زاد الدقات تقلب اقل اطفة والفازوموتور اللي هو كان يسوي فازو كون ستركشن وفازو كون ستركشن يعني يضيق في ازداد الضغط رح نخلي يصير فازو دايريشن يعني يعني نسوي اهم انطفي وبالتالي عالجنا الوضعية نعيد نفس الكلام بس شوية صورة اكبر اتخيل هس هذا وهذا جاي ثنين يتحسسا للضغط الكاروتس سيدين اللي هو التاسع وعند هذا الفيغس نير في العاشر يرتبط بالمدلة عند هاي المنطقة سميناها نيكلس دراكتس سولي تارس في يبدان ينقلن اعصاب هنش احنا فعندك هذة هس مثلا هذة الانهيبتري اللي هو فيغس الانهيبتري وعندك سمباثتيك هذة النيير يروح للقلب وعندك سمباثتيك ثاني يروح للبلوت يسوي لهم شنو اما يسوي فازو ديليشن بدان يتحسسن هسا ضغط عالي شوف رح خليني تحسسن ضغط عالي هذنم شوف نقص لدقات القلب والسمباثتك نحاول نقلل منها نقطحها شوف إذا زاد الريت مالتها رح نبدأ شنو رح نبدأ نفعل هذا سمباثتك شوف شون قام يتحرك بسرعة فيزداد الريت هنا ونقلل الريت هنا شوف شون بدان يقل هيا هيا الفكرة وما به بس الانميش يتعب أكثر من السلايدات نقلل الضغط 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 نفس الشيء بالعكس رح يصير قلل الضغط بعد ما يدن يدن بس من يزيد الضغط فبالتالي ما كو أحد يطفي سمباثتك رح يشتغل سمباثتك فرح يزداد الهارت ريت تزداد السيطرق فوليوم تزداد الكاردياك أوتبوت ومن تزداد المساج اللي هو هذا مرات الإنسان يصير عنده تكي كارديا يدق قلبه بسرعة فإحنا ريدي نفعل بسرعة هذا النظام ما ننتظر بالجسم يفعله شو نسوي أكو في منطقة العنق يصير مساج نسوي المساج نحرك نحرك هاي الكاروتيت نحرك فرح يبدأ يتفعلا من يتفعلا رح يصير نفس النظام السولفنا عالية وين هنا هذا رح يتفعلا وبالتالي يحاول يقلل دقات القلب شوف فبالتالي ينطفل وينشغل الانهيبيتوري فيتقل دقات القلب ويقل بلود برشا زيان نقول مثلا ماذا يحدث مع الإنسان باروسبتر إذا هناك مستقل مستقل باروسبتر باروسبتر أو ديس يعني أنا مثلا جاي تشتغل باروسبتر بس ما جاي يسير معالج باقي الضغط ساعة 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 شراح يصير مثلا إذا كانت هاي البروسبتر من توصل للضغط مثلا خنقول مية ومثلا مية واربعين خننطئ أرقام ترى من يمي على مثلا مية هي كانت الدز الدز يابا صعد الضغط فهي جاي الدز الدز ما جاي يستجيب الجسم ما جاي يستجيب في الجسم فهي تقول ها يمجز الوضعية الطبيعية عادي فخل رست روحي اعتبر مية واربعين والعالمية هي شغلة طبيعية فبالتالي يسموها رست روحها إلى نسبة أعلى الهاير وهذا طبعا إحنا شارحينا أكثر بال يوراين موديول إذا تريدون تحبون تقرون زي افكت أو فينس برجر عن هارت ريت يعني الدم الراجع شنو تأثير على الهارت ريت إذا زاد الفينس برجر أوكي أكو رسبترات رح يستميل يصير عدين إحساس لللو برجر رسبتر يعني بينقوسين إذا زاد الفينس برجر أوكي رح يبدئ تتحسس الريسبترات فرح يزداد الهارت ريت هي ها الفكرة ما هو بيها زاد الفينس برجر تتحسس الريسبترات فبالتالي يزداد الهارت ريت اللي هي فكرة شنو هذا القلب وهذا السيبرير ونفير يجي دم أكثر يجي دم أكثر خب هذا ما يظل صاف أنه يشتغل نفس الدقات القلب 80 يعني مثلا لا يبدئ هاي الريسبترات تتحسس فتزداد الهارت ريت حتى ما يجي دم أكثر كل ما احنا نتلاحق أسرع يسمو هاي العملية بين برج رفلكس في أفرال يا شباب إذا زاد الفينس برجر سوري رح يزاد الهارت ريت بالتالي رح تزداد الستروك بوليوم بالتالي تزداد الفينس ريت الضغط ما بعد شنو السمباثتك ما رح يطفى ما حد يطفى فيشتغل السمباثتك خلا رجع ليا خاف تايتها أنا خاف دائما خاف التيون بضعي باع هسا إحنا حاليا عندي ضغط عالي الضغط العالي شي سوي يفعل لي هذا البار السمباثتك حتى شنو يقل دقات القلب ويطفى السمباثتك حتى لا يدقي القلب سريع هاي بحالة زياد الضغط زيان إذا قل الضغط هذا بعد ما يدزن أوكي فبالتالي هذا يطفى وهنو هاي تزداد بالعكس فيشتغل السمباثتك في تزداد الهارتريت أوكي نفتهم الفكرة مرة ثانية أوكي أو بسالفة الفينوس الفينوس إذا زاد رح يزيد الهارتريت وتزداد الستروك فوليوم إذا قل الهارتريت رح يزداد الهارتريت و رح تزداد سيروك يقل لك تزداد าก防فا بزيادة السمبان يعني زياد يقول لك يجري يصح يزداد الهارتريت تزداد بزيادة الفينوس وليس وليس الارترير زيان ومراتي يحكي سنهي هذا الستاذ يقلق قلت الفينس برشار فانت رأسها تقلل تبقى عدنا يا جماعتي الشباب الحلوين بقد آخر في هاي انا تشتب سوي مخطط بس هاد مخطط بعد احلى يقلق مثلا يجي تيجيك سؤال يقلق اذا فرضنا طبعا بيقلزي وزادت الكاردياك اوتوت شرح يصير بالأرترير وشرح يصير بالفينس برشار على المخطط راح تعرف شيصير الكاردياك اوتوت زادت يعني الدم راح يروح للارترير راح يجي من القلب يعني الفينس ريتر من الفيرير وسيبرير فيني كيفن راح يعبر أكثر إلى الارترير ينزاد الكاردياك اوتوت فبالتالي ش رح يصير رح يصير عندك رح تزداد الارتيريال يعني دم رح يجي هواء هنا في الزم والدم جاي ناخذه كله كل سعنا يجوا وينشفطه فرح شي رح يصير اه يقلل بالعكس اذا قل فالدم رح يوصل هنا بالارتيريال قليل فراح شنو رح يضل هنا متجمع فهذا يزداد والارتيريال برشار تقل خلصنا السيناريو الاول السيناريو الثاني هالمرة كارديا كوتبود خنقول هي ثابته وزيدنا الـ Total Peripheral Resistance لا قللناها إحنا إذا قللنا الـ Resistance يعني شنو سوينا 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 Vaso أو Veno Dilation أوكي Dilation يعني وسعناها وسعنا الأوعية الدموية فاش رح يصير الدم بسهولة رح يجي عبر ويروح هنا أوكي بسهولة رح يروح فإذا قللت إذا أنت ثبتت الكارديك أوتبوت وقللت الـ Total Peripheral Resistance ش رح يصير الدم رح نغذر كل سهولة نودي فتقل الـ Arteria pressure ورح يعبر هنا فيزداد فينس برشار زيان سيناريو آخر زيادنا يعني سوينا Vaso Dilation خليناها ضيقة فالدم مو بسهولة يعبر أوكي فرح يبدي يتجمع بهاي المنطقة فاش رح يصير هاي رح تزداد وهذي رح يتقين وبعد عنده كاي مثلا أنا صراح ماذي ما يريد يقل لك إذا قللنا Total Peripheral Resistance وما قليت لك أنا ثبتنا الكارديك أوتبوت يعني قللنا الـ Total والكارديك أوتبوت ما لنا علاقة إحنا من قللنا الـ Resistance يعني شو نسوينا Vaso Dilation أوكي فالدم رح يعبره بكل سهولة رح يعبر في الـ RTI pressure اتقل والفينس برشار رح يزداد والكارديك أوتبوت رح يزداد إذا ما ثبتنا الكارديك أوتبوت فأعتقد كلش واضحة الفكرة أعيد لها لكم يلا بما أن هي أخير سلايل هذا كلش هلا عيدة حتى تكونوا واضحة تكون الفكرة شباب إجاك سؤال قل لك إحنا رح نثبت Total Peripheral Resistance من هاي العلامة يعني تثبيت وزايدنا الكارديك أوتبوت وش رح يصير الدم بكل سهولة رح يروح للـ Artery فرح يزداد بي الضغط ويقلب الفينس أوكي يزداد ويقلب الفينس ناخذ سيناريو آخر همين إحنا مثبتين Total Peripheral Resistance ورح نقلل الكارديك أوتبوت يعني الدم رح يروح للـ Artery شنو قليل ويظلوين متجمع بالفينس فبالتالي رح يزيره عالي بالفينس ويقل بالـ Artery زيان سيناريو آخر ثبتنا الكارديك أوتبوت أوكي وش رح نسوي رح نقلل الـ Resistance من نقلل الـ Resistance يعني سوينه Vase Duration فرح يعبر بسهولة من الـ Artery إلى الفين أوكي رح يعبر بسهولة فبالتالي يقل بالـ Artery يعني يقل ويزداد بالفينس أوكي وإذا قلل زيدنا الـ Resistance يعني سوينه Vase Duration ضيقناها فالدمه بسهولة يعبر فرح يظل وين متجمع؟ رح يظل متجمع بالـ Artery ورح يقل بالفينس وآخر سيناريو قلت لك ما يجيب لك سؤال لي لك لا ثبتنا الكارديك أوتبوت ولا ثبتنا الـ Total Peripheral Resistance مجرد قلت لك قللنا الـ Total Peripheral Resistance ش رح يصير كنتيجة على الكارديك أوتبوت رح تقللي بما أن قلت الـ Resistance رح يصير دايليشن يعني تتوسع فرح عبر الدم بسهولة من الـ Artery إلى الـ VN يعني رح يقل بالـ Artery ورح يزداد بالـ VN وهنو بيروح للـ Cardiac Output فش رح يسوي لـ Cardiac Output؟ رح يزيده ليش يزيده؟ لأن قللي أنت ما قلت لي أكو ثبتنا ماكو شي اسم ثبتنا تمام؟ وهنا بالأخير يقل لك إذا يعني كنتيجة نهاية رح يبدي يعني شو نقلنا هنانا مو قلنا شو دقيقة مو قلنا مثلا ما عدنا تثبيت قللنا الـ Resistance رح يقل بالـ Artery يزداد بالـ VN يزداد الـ Cardiac Output فبالتالي من زاد الـ Cardiac Output رح يدفع عوين الدم أكثر بالـ Artery فيصير متساوي فهم رح يقل بالـ Resistance فهم تساوي الحالة يعني كنتيجة نهاية إذا ماكو عندنا شي ثبتنا وهنا قللنا رح يعبر الدم منا لهنا فتقل هاي ويبدي تزداد هاي عن نوع من هذا الـ Cardiac Output رح تزداد فبالتالي رح يجي الدم هذا أصلاً كان قليل بس إجادهم رح يتعادل وهمين رح يعبر مننا همين هنا كان هذا شنو عالي فرح يقل وهكذا يعني هي نفس الفكرة هاي مهم وضحت أعتقد الفكرة And thank you in many languages أرصت المحاضرة أتمنى لكم التوفيق شباب مع السلام